ما حدث في اليوم الرابع العيد الأضحى هو شيء مؤسف ومقلق في نفس الوقت كان في حظ كبير أنه ما كانش إصابات أو ما كانش حتى موتى كان فيه إطلاق نار على أحد البيوت ورصاصة دخلت محل تجاري وكان فيه بالساعة تسعة وعشرة بالليل كان فيه حضور ناس اللي بتشتري من داخل المحل التجاري وكما ذكرت أن الحظ حلف أهل البلد أنه ما كانش ولا أي إصابة بطبيعة الحال بأيام عيد فيه حضور كثيف للناس نساء أطفال رجال أولاد وزي ما ذكرت بالبداية أنه هذا الإشي هو مقلق جدا وأنا بستغل حتى أقول للناس أنه لازم يهتموا بأولاد أكثر من اللازم اليوم في الوقت الحاضر حوالي اطلاق النار السببها الوحيد وعنوانها الوحيد هو الاستدان من السوق السوداء وإحنا بكسار الحمد لله ما في عنا لا مشاكل طار دم ولا يحزنون وأنما هي كلها استدانة من السوق السوداء والشخص اللي بيستدين بيصل لوضع أنه ما بيقدر يسدد الدين ولذلك بيصل عليه إطلاق النار هذا من جاء الجاء الثاني أنه الشخص اللي بيقرض هو مش نفس الشخص اللي بيأخذ شباب صغار اللي بيقوم عملية الطخ هاي مقابل مبلغ معين من المال مبلغ زهيد والناس فعلا اليوم لانتصل لدرجة أنه مصروفاتهن الشخصية ممنوعة تكون أكثر من داخلهن اليوم بنشوف أولاد عشرين أو واحد وعشرين سنة ركبين سيارات يسعر الأبو منين المبلغ اللي جابه حتى اشترى هاي السيارة لذلك إحنا أيضا علينا دم بهذا الموضوع الشرطة عليها مسؤولية ولكن خلينا نقول مش قائمة بواجبها على أكمل وجه ولكن إحنا وين دورنا كأباء التربية لازم نربي أولادنا بالشكل الصحيح حتى نضمن إشي واحد ووحيد هو إنه هذا الشاب يعمل لمصلحته لمصلحت مجتمعه مش ضد مجتمعه وتخ على بلاد بلده فيهنا كأرثي فيهنا نكب اجتماعي إحنا كمجتمع عربي اليوم بنعاني من نكب اجتماعي إذا لم نتعاون ولم نتكاثف معا هاي المشكلة راح تزداد وللأسف الشديد رغم وجود خطط حكومية بنشوف السلاح بزداد ولولاد المتورطين في السوق السوداء بتزداد أيضا عالجة الموضوع لا تتم من طرف واحد الشرطة من جهة الأهل من جهة مجلس محلي من جهة المدارس ولكن الحلقة الأولى والمهمة هي البيت إذا هاي الحلقة التربية فيها مش سليمي راحين نشوفوا أن هذول أولاد أني بفوتوا على السوق السوداء وبأخذوا مصاري وبستدينوا وبتورطوا كل المراكبات اللي ذكرتها هاي لازم تكون تتعاون مع بعض حتى بالنهاية نصل خلي بديش أقول لإلغاء على قد لتخفيف أو بالحد من هاي الظاهرة الموسفة اللي إحنا بالعالمينها بالمجتمع العربي أنا أتوجه وأناشد الجميع إحنا بوضع مش بسيط علينا جميع أن نهتم بأولادنا أنا بلاحظ اليوم كثير من الشباب طائش بيحمل اسلاح وبطخ خلينا نتصور وضع أنه اليوم إنسان اللي ممكن يقتل بدون سبب يعني باليوم الرابع بالعيد كان ممكن يقتل إنسان بدون سبب كفانة كفانة ما بنا إحنا اليوم لازم نهتم بأولادنا أكثر نسأل الأولاد اليوم بساعات متأخرة من الليل بعد الواحد يكونوا ماشيين بالشوارع ليش الأبو لازم يهتم تربية أولاده نغيّد طريق التفكير نرى الأمور كل واحد لازم يمسك رأسه بين يديه ويضب أولاده في مشكلة عندنا اليوم إنه الأباء شوي مهملين أو قسم من الأباء في إهمال الأولاد بستدينه من السوق السوداء وبالنهاي الأبو الأبو بنجبير يبيع قطعة أرض أو يبيع بيته هذا شيء محزن ومؤسف لذلك أنا أناشد الجميع أنه نهتم بأبنائنا نسأل عنهن نربيهن تربية صالحة وأن نمتنع بتاتا عن الاستدانة من السوق السوداء هاي ظاهرة اليوم اللي هي منتشر بالمجتمع العربي كله وأنا بسميها نكبي اجتماعي نعاني منها جميعا اشتركوا في القناة